احنا اليوم كنخوضوا هاد لقفة الاحتجاجية مكرهين كما تيقول المثال مكره اخك لبطل اليوم كان الامل دينا اننا نكون فاتحي المقاهي دينا وكنخدموه الزبناء وكنترزقو الله احنا والعمال والعملات دينا اعتبر ان هاد العدد دينا المقاهي والمطاعيم كيشغلوا واحد العدد دينا النساء واحد عدد دينا الرجال اللي موراهم عائلات كنخوضوا هاد الاحتجاج الحضاري والسلمي احتجاجا على تحويل هاد الملك العمومي الملك الخاص في استغلال فاضح في صمت مذقع الشي اللي كي دفعنا كاملين اصحاب المقاهي وعمال وعملات ان انطرحوا السئلة التالية شكو اللي تيحمي هاد الناس اللي خرق القانون شكو اللي تيحمي هاد الناس اللي حولوا شريع عمومي الى فضاء خاص شكو اللي تيحمي شكو الناس اللي تيحميوا اللي اغطاوا داروا السقف الشريع عمومي شكو الناس اللي تيحميوا شكو اللي دير الحماية القانونية لهاد الاشخاص اللي تيخرقوا القانون شكل ما خليه المجلس البلدي ما يتحركش هذي شهرين بجدار هاد الخرق السافر للقانون لاستغلال الملك العمومي لضرار بالمدرسة العمومية اللي تحولوا التلاميذ ديال هاد المدرسة فاننا نو يمروا فات الشارع سليمين ولا وكيخرجوا امام طريق اللي كنمشي في هاد السيارات اللي كيمكن يعرض الخطر يعرض لاطفال ديالنا التلاميذ والتلميذات للخطر وفي هاد الاطار كانت جمعية اباء واولياء هاد المدرسة راس دروبالاغ ورسلوا المسؤولين احنا كذلك كانوا وقفو هاد الوقفة باش ننبهوا باش ايضا نخبروا الرأي العام ديالكم المتتبعين ديالكم سواء المحلي او الوطني وكان خبروا السلطات المحلية سواء المنتخبة او السلطات الترابية تحرك في اسرع وقت لحل هاد المشكيل القانوني والاجتماعي لانه مشكل قانوني منتداخل مع مشكل اجتماعي هاد المشكل اجتماعي اللي كيعاني منه واحد العداد ديال الاثار اللي مرتبطة بالخدمات ديال هاد المطاعم وهاد المشوات شوف على الحساب الناس اللي كانوا خدامين معنا وانه ده بانك عارفان بننا احنا هدي العواشر و الأعيد هذا منهم حنا احنا براثنا مبخيناش خدامين ما عند شعباش غنخلصوا هاد الناز هاده هاد الناس هادها هاد الناس حنا يا على الاقل تخدموا معنا متلا احنا فالقهودينا عشرة ما بين صباح والعشية هاد الناس العشرة كاللي عنده شهرين تلت شهر ما تخلص من اندار هاد الموثفة هاده Human خلصناهما نهائيا ماشي غيرانا كلهم صحاب القهوي لان ادمول القهوي ما داروا هاد الاحتجاجات التوصلاتهم من العظم تبقى بقوش الناس ايلا حطوا الخبز ما تيتبعش تبقى الخبز تيجي مول الخبز تبقى الخبز باقي تتكرم ايلا جاو الخدامة ما تتخلصوش الخدامة كانوا تيديوا ذاك البول فور و ذاك شي ما كانش كريا اللي غي يعطيهم تم الناس البيع عشرة تمنعوا لان هاد شي هذا كانت يعيشوا منه بزاف ديالناس بوف كران كان فيه تيقول له بوف كران ما ما ادراكه ما بوف كران بوف كران الصباح تيخدم فيه واحد يوم تستغل ملك العموب تستغلوا بطريقة انك رضيتي البال هاو ما تدراري ولادنا ولادت الناس كاما مليل ثم نحن اسبعواوا ب으면 الناس لاحد ايلا ش монري getting the Companies here الناس عندنا هاي لكلها الاخدامة هاو ما تتسردوا عداد الاخدامة عندنا فوق مية وخمساملات البصر ما عندهاش اقسم لك بالله ما عنده وش governing العيد ما عندهاش هنا قاعد الناس لاعداد هنا كثير ما عندهش بش对 العيد هما الناس هظوا هوا هوا هاي علاءات كلهم هلillery با عادلون باش يشري وأيعيد الناس ديال المحالات ملقوش بس يخلصوهم هما باش هدى الناس اخدامات جاو تيتضاملون الناتاء هما غارقين سفينة وحدة لهما لحنا احنا غادين سفينة وحدة كل حانوت تباع في المازادة ديال البلدية بقدر ديال 3 مليون والكرا هدو هدى الناس جاوا باستراتيجية استراتيجية ان الناس عقول ديالها ضعيفة والناس ما بحلاش باش غيديروا الناس يديروا معحالات ايداك شرعوا منهم طمعوا مشو هدى المال شرعوا منهم هدى المحالات وهدى المحالات هما كانوا طرقان من الدوزة دخل المارسي انت تشوف استغلال ديالو كدير كلها كلها تستغل ها هو هدى كان طريق عمومية ولا تجلجات ها هو تيدالي ها هو غير يصد على هدى غير يرضو بيت غير يرضو قراش ولا يرضو قوى ولا وطيل هذا نطلبوا من هدى مسؤولين الناس ليهما شرفة يجيوا يشوفوا الوضعية لهدى الناس هدو لان هدى الناس مقبلين عالعيد والحالة ديالهم ضعيفة وما غادش يشي يصبروا تنطلبوا من المسؤولين يجيوا يشوفوا من حالهم والناس المسؤولين الشرفة لان احنا من الفجر لا رئيس لا باشا لا تشي واحد تا واحد تا واحد وعارف الناس وعارف بوفكران وبوفكران حاباس نهائيا بالكل وعينا ما نظلم معهم تشي ناس عينا مشينا عينا الباب نسدود الباب نسدود بالكل هاد الباب دينها اصلا كان واحد انسان هنا مفسد رأى معتاقل بالحبس هما اللي ديوا السبب هدو باعوا هاد شده زب هاد مسؤولين هدو تا واحد فيهم احنا يا منصف من الفجر وها ناس صح تمخ ناس كبار لسن كبير وهو جاي مسكين وفاد الساعة هدى لخصو يكون مرتاح ها هو جاي قلسي تكرفسها هو لدابة من الفجر وهو هما ناس حيالات بولادهم كورشي جايبين ملقى وغصافي ملقى ما يأكلوا نهائيا وطنطلبهم مسؤولين والناثل هم هاداك الناثل هم هشورابة جايهم الغيرة على هاد البلاد لان هاد السيد هذا تغاء على هاد الارض السعيدة ما يمكنش واحد يشداد المارشي الى كان غايد يديرهم اللي هو اللي يديروه يديروه وطيل ولا يديروه وشي حاجة اخرى علش يديروه مارشيوي ولا عاو تانيه وطيل